فاصل كان المهندس عادلي بيقول شوفوا قبل اليومين دول كانوا بيقولوا ايه والحقيقة دي فعلا مسألة غريبة جدا الناس اختزلت الكورة والرياضة كلها في بطولة الموسم ده مش بطولة شهرين برغم كل ما فيه الشهرين صحيحة لاخرى برغم كل تفاصيلهم واختزلت عمل مجلس الإدارة بتاع كابت المحمود الخطيب في السنة دي فقط وكأنه ما عندوش أربع سنين دورة كاملة جمعية العمومية قيمته وجددت السخة في انتخابه لا اختزل ويقيم من قبل والغريب جدا انه بيقيم من قبل أنديها منافسة ما عرفش ايه علاقتها انت ملك ومال ان هو كويس او وحش انت ملك ومال ان الاهل نجح او مش نجح ايه العلاقة محدش بيتكلم على حد ومحدش بيفتح دفاتر حد ومحدش بيتكلم على ميزانات حد ومشاكل حد وحواديد كتيرة جدا عمر الاهل لا قناة ولا برنامج ولا نادي كان معني بها خالص كل الانديها لها حق تشتغل وفقا لظروفها عمرنا ما علقنا على قرار ولا مزانية ولا مشكلة عند حد ولا تفاصيل مع ان انت تاخد كتير يعني لكن انت بتقول كل نادي بيشتغل وفقا لظروفه وقناعاته ومسئولية انما تيجي ناحية الان مش هسمح انما تفرغ نفسك للنيل من الاهل والضغط على الاهل والتحميل على الاهل والغريب جدا انك تلاقي بعض الاصوات اللي بتسمع وبترجع تردد الكلام ده كاعلاميين لكن يبقى هناك رأي مهم سابت وواضح بنفكر به الاعلامي المتميز الوستاذ تامر امين كان له رأي سابق في الكابتن محمود الخطيب ومجلس الادارة نفكر به محمود الخطيب غريب جدا جدا يعني تحتار في امره جدا بخلاف انه اسطورة كرة القدم المصرية عندما كان لعبا ده لا خلاف عليه بس كمان على المستوى الانساني تجد انه ظاهرة انسانية فريدة محمود الخطيب يختفي ويختفي ويختفي ويتحمل طول هذا الاختفاء هجوم وانتقادات ومشاكل واخطاء وتقصير وفي بعض الاحيان تجاوز وتطاول واهنات وكل شيء ثم فجأة يقرر ان يظهر ويتكلم فتنقلب الامور رأسا على عقب عندما يظهر وتكلم ويستطيع ببراعة انه يقلب المائدة على خصومه جميعا اول ما يظهر ويتكلم تجد نفسك مجبرا مجبرا على احترامه ونسيان كل ما فات حتى لو كنت انت شايل في نفسك بعض الامور تجاه اداء مجلس الادارة او تقصير او بعض المشاكل في ادارة الفريق الاول لكرة القدم بسبب الانتاج الاخيرة تلاقي كل ده تمسح باستيكا وتجد نفسك مجبرا على حبه واحترامه مش بس كده ده كمان على دعمه والدفاع عنه ومسندته في الجاي على طول الخط وهو ظل حصل مع الغالبية العظمى من الجماهير عندما استمعت الى محمود الخطيب عندما ظهر في المؤتمر الصحفي المطول محمود الخطيب اتكلم تقريبا تقريبا ساعة واتكلم في كل شيء ومحمود الخطيب ومجلس دارة الاهلي وعلاقته بجماهير الاهلي واعضاء جمعية العمومية وجماهير الكرة بصفة عامة شيء قبل المؤتمر الصحفي واصبحت شيء تاني خالص بعد المؤتمر الصحفي شكرا بقول لكم هو ظاهرة انسانية استثنائية جدا وانا حبدأ من النهاية مش من البداية حبدأ بنهاية كلامه مش بداية كلامه لما عود خطيب طلع وقال ان مصر ستظل دائما في قلب النادي الاهلي وانه النادي الاهلي كان طول الوقت ناديا للوطنية وسيظل ناديا للوطنية وان النادي الاهلي وجماهيره واعضاؤه ومجلس ادارته ورئيسه كلهم يدعمون مؤسسات مصر والاجهزة في مصر والقيادة السياسية ورئيس مصر ومصر بشكل مطلق لا يعني مراءة فيه او اي لبس فيه وانا اعتقد ان هذا التصريح الواضح الصريح اجهز على قول كل خطيب كما يقولون وقطع الطريق على كل المزايدين والمشككين اللي كانوا طول الوقت بيمدغوا في اللبانة دي وحب يحاولوا طول الوقت يعملوا وقيعة ما بين الاهلي ومجلس ادارته ورموزه وما بين الدولة المصرية قضي الامر الذي فيه تستفتيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر